ننتقل إلى آخر لحظة ومنها نقرأ تهاني محليات تفرض شروطا تعجيزية لمنع قيام أبراج الاتصالات كشفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور تهاني عبدالله إجراءات عن إجراءات وصفتها بالتعجيزية والمخالفة للدستور تفرضها بعض المحليات على شركات الاتصالات للموافقة على إنشاء أبراج اتصالات بها لافتة إلى أن تلك المحليات تطالب الشركات بموافقة 90% من سكان المناطق التي تريد الشركة إنشاء برج فيها وقالت تهاني في تصريحات صحفية أن المحليات تمنع الشركات من إنشاء البرج حال عدم موافقة العدد المطلوبة وقالت تلك النسبة تعجيزية لاستحالة موافقة المواطنين بنسبة 90% واعتبرت ذلك مخالفا للدستور على اعتبار أن الاتصالات شأن قومي لا يحق للمجالس المحلية التدخل فيها صد حيدر شروط المحليات التي وصفتها الوزيرة بالتعجيزية ألا تكشف عن أن هناك على الأقل تقاطع في السلطات الاتصالات دي يعتبر ربما شأن قومي شأن قومي شأن اتحادي لا دخل للولايات والمحليات دي لكن غريب يعني هذا شرط فعلا شرطي مش تعجيزي هذا شرط غريب وعجيب كيف تشترط أن موافقة 90% من أهل المنطقة على السماح بإقامة برج اتصالات في المنطقة فعلا هذا شيء غريب ألاوة على أنه يكشف عن تناقض وتقاطع في السلطات والاختصاصات التي ذكرت هذا ملف أيضا فيه غير هذا الموضوع وهذه القضية قضايا أخرى كثيرة يعني التقاطع بينما هو ولائي وهو اتحادي في السلطات سلطات مشتركة سلطات متقاطعة سلطات المركز والسلطة القومية أو السلطة الولائية نعم هذا ملف أيضا غير هذا المثال هناك أمثلة أخرى فيها تقاطعات وتناقضات لكن لماذا أنا أستقر فيه غير أنه شرطي تعجيزي يعني مثلا أنت تستشير الناس في ما هو يطلع لهم كيف ذلك يعني إذا ما خلاص هذا برج اتصالات يعمل على تقوية الاتصالات خدمة حيوية وخدمة مهمة جدا أنا أريد أن أنشئه لراحة المواطن لكي يستفيد منه المواطن كيف تستفيد المواطن في موضوع هو لخيره ولصالحه يعني لا أعتقد أن الموضوع أصلا يحتاج إلى استفتاء المواطن أو استشارته في أن تفعل له شيئا لصالحه يعني هذا غريب وعجيب يعني غير أنه يعني علاوة على ذلك يشطط في موافقة 90% ربما كان ذلك من تأثيرات الحملات التي تقوم بها بعض الجمعيات مثل الجمعية صدان لحماية المستهلك وما إلى ذلك والحديث عن الآثار السالبة لهذه الأبراج ربما تكون هي نعم حتى لو افترضنا أن المحلية تخوفت من ذلك وأنها تشكك في أن هذه الأبراج ربما لها أضرار فلتحمي مواطنها تمنع بمنع إقامة هذه الأبراج نعم أستاذ حيدري شركات تسعى لتسحسين الخدمة بالانتقال إلى خدمة الجير الرابع الفور جي محليات متهمة بالعرقلة ولكن ألا يتطلب ذلك تدخل من جهات ربما هي أعلى لفك هذا الاشتباك وهذا ما سيحدث وهذا ما سيحدث يعني هذه هي إجابة على الموضوع إذا وصل إلى طريق مسدود بين الاتصالات وبين المحليات هذا ما سيحدث ستتدخل جهات أعلى وفي النهاية سيتم مص بهذه الأبراج ربما ذاكرة الأخبار تحمل لنا أن هناك مواطنين حملوا عصيهم أو آلاتهم أو أسلحتهم أو غير ذلك في مواجهة مستثمر أراد أن يستثمر في بقعة زراعية ما في واحدة من أسقاع السودان البعيدة جدا جدا والآن نفس الشيء المحليات تتحدث عن أن يجب أن نأخذ موافقة عدد من السوق يعني مش بتحمل لنا كده صورة واضحة إلى على مدى ما يعانيه المستثمرون من العمل على الأرض سواء كامبورجي التصالات أو على الأقل مشروع زراعي في منطقة باتحالي نعم نعم هذا موضوع الأراضي هذا هو أيضا موضوع يعني يحتجد بالكثير جدا من القضايا التي لا تدري هل تبكي لها أم تضحك معها نعم نعم هذا من المعيقات من المسائل المعيقة جدا للاستثمار وما ينفر المستثمرين يعني من الدخول في استثمارات في تزيل هذه الأوضاع يعني